دكتور السؤال الأخير والذي هو طبعا بالنسبة لكوايد مهم بصفتك رئيس البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات مليشيات المخدرات هذه قاعد تهدد شباب الكويت انت شو تشوف مستوى الخطورة الآن في الكويت او شلون جهود مكافحة هذه الآفة اول شي انا مدير المشروع الوطني الوقائي من مخدرات غراس مو رئيس الجهاز الوطني في هذا الموضوع العنوان الكبير هي مسؤولية مشتركة احنا الآن نعمل من خلال مظلة اهلية سمى بالنجيوز منظمات اهلية غير ربحية نتكاتف في ذلك مع خفض العرض وخفض الطلب خفض العرض هي مسؤولية الجمارك والداخلية ونرفع لهم القبعة على الجهد والضبطيات التي تحصل واليوم لما نتكلم عن انخفاض فترة لعدد المتوفين بسبب الجرعة الزائدة من 76 إلى 38 و40 والآن عودة اليها ل70 مثلا في العام ليش لانه تم التضييق على الواردات او ما يصدر او ما يهرب للكويت فاصبح هناك تصنيع محلي بدون خبرة كافية بالتالي تأدي لهذه الوفيات واحد اثنين عدد الملفات الموجودة نتكلم عن فيه 8000 ملف الاستقراءات تقول ان لو حسبنا على مستوى الكويت احنا نتكلم عن 20 ألف ربما متعاطي لما نتاخذ حوالي 4 أو 5 مليون متجين لهذا الشيء يظل اقل او في الحدود العالمية مثل هذا الموضوع الجانب الآخر اللي يجب انه ينخذ في عين الاعتبار انه حجم الضبطيات تقرأ نواقص الخطر لانه في مراحل مثلا على سبيل المثال لما نصيد 40 مليون حبة بالتهريب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تقول مقابل كل ضبطية هناك 10 تفلت بذا كلنا 40 معنا 400 موجودة بالسوق هل هي كلها في الكويت هل هي تهرب الى ماكن اخرى هل الكويت محطة ترازل انت شوف مستوى الخطر الآن خطر انا عندي حياة الانسان لا تقدر بثمن وعندما تستهدف الشباب يجب انه التفات مو انا صاحب السمو حفظ الله ورعاه في لقاءات رمضانية مع ابناء من رجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني كان دائما يحذر المخدرات وهو صاحب المقولة المشهورة الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل المفروض الالتفات لهم والان هناك انا اود ان يعني فقط افخر بانه هناك جهد تكاملي سواء من مزارة الداخلية ادارة مكافحة المخدرات سواء تربية مثلا القطاعات الخاصة سواء الصحة ونأمل حتى مجلس الامة الشهادة نأمل انه تتبلور اتجاهاتي اما في عادة اللجنة الوطنية الوقاية والمكافحة المخدرات او هيئة هذا التوجه احنا مطرف فيه لكن بالتأكيد هذا يعكس اهتمام في مثل هذا الموضوع اذا كان من رسالة في هذا الموضوع انا اوجهها حقيقة لكل سر لا تعتقد ان مشكلة المخدرات هي مشكلة الاخر قد تفاجأ بعد فوات الاوان وقبما يصير الفاس بالرأس ان ناس من احبائك ربما اقرب الناس اليك يعني يتعاطون ان لم نقل مؤمنين مدمنين وان ترى لا يوجد احد بمعزل عن المخدرات لا ابن الخفير ولا ابن الوزير كلاهما معرض ومطلوب حقيقة الاستثمار في الوقاية والتوعية اما الوقاية فيها غرس مفاهيم لبناء سور قيمي لحمايتهم من كل السلوكيات الضارة واما التوعية بالتأكيد على انه طيب دكتور البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات يضمن السرية مثلا للعائلات اللي عندهم حالات تدمان انا فخور يعني الهم اللي عندهم يشوفون هذه الرسالة فخور بسببين ان سلسلة حملات غراس اللي بدأت من اقدام الزمان ازالت الوصمة فالان الناس تتكلم عن المدمن كأنه او حتى المتعاطي على اساس انه مريض وليس مجرم الان اصبح في وعي ان القانون لا يجرم من يسلم احد ابناء او احباء او افراده ممن يعانون من الادمان ولهم تصرفات للعلاج دون مخافة الملاحقة القانونية هذا مكسب وصالح المجتمع والان هناك اعادة جهود في التنسيق وكرر على مستوى الاعلام على مستوى التربية على مستوى الصحة على مستوى الداخلية على مستوى الاوقاف على مستوى الاكاديمية على مستوى جهات النفع العام سواء في التوعية مثل غراس او في المدمن التائب في توفير بيئة حاضنة تؤخر الانتكاسة وتوفر كل ما يحتاجه للتعافي لنعود لابنائنا منتجين قادرين اصحاء للتدفق شريان الوطن للمشاركة في التنمية واستدامة النهبة اللي نشوفها نعم وبهذا الكلام الجميل نختم هذه الحلقة مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي شكرا جزيلا لك دكتور اشتركوا في القناة